اقرأ عليكم ايضا صفحة مية وعشرة وما بعدها فاما ما ذكره ابو جعفر من ابو جعفر هو الصدوق لانه يرد على الصدوق الصدوق ماذا قال انتبهوا لقوله فاما ما ذكره ابو جعفر من مضي نبينا والائمة بالسم والقتل الصدوق قال من انهم قتلوا جميعا اما بالسيف او بالسم ماذا يعلق جناب المفيد يقول فمنهما ثبت ومنهما لم يثبت والمقطوع به ان امير المؤمنين والحسنة والحسينة خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت احدهم حتف انفه حتف انفه يعني على الفراش وممن مضى بعدهم مسموما موسى ابن جعفر ويقوى في النفس امر الرضا يعني هو شاك في ان الرضا صلوات الله عليه قضى مسموما اولا وهذه الاحاديث الكثيرة هذا يكشف عن جهله بحديث العترة هذا هو الذي اقوله لكم الرجل جاهل بحديث العترة وهذه الاقوال يتبنى بالمناسبة السيستاني والخوء ومحمد باقر الصدر محمد احسين فضل الله حينما قال من ان علاقة الائمة بالخلفاء العباسيين وغيرهم كانت على خير ومن انهم لم يقتلوا ماتوا حتف انافهم ماتوا على الفراش ضج عوام الشيعة المراجع على هذا القول ولكن البعض منهم استنكر على محمد احسين فضل الله يكذب كذابون قلت لكم من ان المراجع كذابون يكذبون في جميع الاتجاهات حتى حينما يستنكرون على عقيدة انهم يعتقدون بها ولكن ارضاء للعوام لان مصادر الاموال هي عند عوام الشيعة فلابد من ارضائهم يكذبون عليهم حينما اقول لكم ما رأيت طيلة حياتي اكذب من مراجع الشيعة والله لا اقول هذا الكلام لاجل اثارة احد انما هي نصيحة لكم نصيحة لشباب الشيعة هذه تجربة انا اعرفها عن قرب وهذا الكلام اقوله عن تحقيق بالنسبة لهذه قناعتي ولذا اقولها اعلانا جهارا لا اخفيها ولا اخاف من احد انتم عندكم ايضا قناعات هذه قناعتي لا اعرف في حياتي مع انني رأيت الكثير والكثير في حياتي ورأيت ما رأيت من البلدان والشعوب والتقيت ما التقيت باصناف الناس لكنني ما عرفت في حياتي اكذب من مراجع الشيعة يكذبون في جميع الاتجاهات كما قلت لكم يكذبون على انفسهم هذه عقائدهم ولكنهم يكذبون على الشيعة يضحكون على الشيعة وممن مضى بعدهم مسموما موسى بن جعفر ويقوى في النفس امر الرضا وان كان فيه شك فلا طريق الى الحكم في من عداهم بانهم سموا او اغتيلوا او قتلوا صبرا رسول الله لم يقتل بالسم الزهراء لم تقتل امامنا السجاد امامنا الباقر امامنا الصادق لم يقتلوا امامنا الرضا حالة شك امامنا الجواد امامنا الهادي امامنا العسكري لم يقتلوا بالسم هذا هو الذي يقوله ويقوى في النفس امر الرضا وان كان فيه شك فلا طريق الى الحكم في من عداهم بانهم سموا او اغتيلوا او قتلوا صبرا فالخبر بذلك يعني الاخبار التي قالت بان امتنا سموا وقتلوا فالخبر بذلك يجري مجرى الارجاف اتعلمون ما معنى الارجاف يعني ان الشيعة يكذبون في هذا الموضوع لاجل اثارة الفتنة ولتشويه سمعة الخلفاء الامويين والعباسيين هذا هو الارجاف وان لا لا يكون الارجاف من قبل الامويين والعباسيين لان الامويين انما يستعملون السم في قتل الائمة حينما قتلوا الامام السجادة وقتلوا الامام الباقر يريدون اخفاء هذا الامر ولا يريدون ان احدا يتهمهم بذلك والامر كذلك مع العباسيين حين سموا الامام الصادقة والامام الكاظمة وسائر الامة استعملوا هذه الطريقة في قتل الامة لاجل ان لا يتهموا بقتلهم فقطعا ليس الامويون والعباسيون هم الذين يثيرون الدعايات اذا الشيعة هم الذين يرجفون لان المرجفين هم الذين يثيرون الدعايات لاجل الفتنة هكذا نقرأ في سورة الاحزاب في الاية الستين بعد البسملة وما بعدها لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل المرجفون في المدينة هم الذين كانوا يثيرون الدعايات لاجل اثارة الفتنة فالشيعة اذا حينما يقولون من ان الامة قتلوا بالسم ومن ان رسول الله قتل بالسم ومن ان الزهراء قتلت وهذا كله موجود في احاديث العطرة الطاهرة من ان رسول الله قتل بالسم ومن ان زهراء قتلت هذه احاديث العطرة ومن ان الامام الرضا يقتل بالسم هذه احاديثهم رواياتهم يقول فالخبر بذلك يجري مجرى الارجاف وليس الى تيقنه سبيل لماذا ليس الى تيقنه سبيل و احاديث العطرة موجودة عندنا هذا هو الشيخ المفيد وهذا هو حاله هذا المنطق منطق شيعي هذا المنطق منطق مطلع على احاديث العطرة صلوات الله وسلامه عليها ولذا حينما حدثتكم عن المفيد يوم امس قلت لكم هو مؤرخ من الدرجة الثانية مطلع على تأريخ العرب على تأريخ المسلمين على التأريخ الشيعي تأريخ ما قلت احاديث هناك مؤرخون شيعة ويخلطون في تأريخهم ما بين الصحيح والسقييم قلت ليس له من حظ في التفسير وليس له من دراية واسعة في حديث العطرة الطاهرة وهذه الحقائق بين ايديكم وقت الحلقة يجري سريعا لا اعتقد انني ساكمل الحديث عن المفيد في هذه الحلقة لكنني ساتحرك مع الوقت وبحسب الوقت نذهب الى فاصل ترجمة نانسي قنقر